اينما وجد الصليب وجدت المحبة لأنه هو علامة الحب الذي غلب الموت وقهر الهاوية واستهان بالخزي والعار والألم بهالقول المقدس منفتتح مشاهدينا اليوم تالت حلقاتنا من برنامج أزمنة مكتوبة على أمل أنه هالعمل عم بنيل أعجابكم ويزودكم بالمعرفة الروحية اللازمة للسير بهالصوم المبارك ويمكن كثير ما بيعرفوا أنه يوم الأحد بهالأسبوع بيحمل اسم ارتفاع الصليب لما لها العلامة من أهمية بتعزية وتشديد المؤمنين ومثل ما تعودنا من بداية الصوم عم بترفقنا بهالحلقات أسيدة غادة غزول شالهوب اللي عم تشرح لنا بأسهب عن كل أيقونات هالزمن المقدس أهلا وسهلا فيك مرة جديدة غادة بالبداية بدأ أسألك شو أهمية الصليب؟ الصليب بيرمز لإنكار الزيت وللمحبة والعطاء والتطحية لأنه يسوع نحن بالحلقة الماضي إذا بتتذكري قلنا إنه هو الختن هو العريس وقلنا إنه قديش هو أحب هالعروس يعني الكنيسة حتى المنتهى حتى الموت على الصليب فالصليب بيرمز للتطحية للحب مشان هيك بنرفعه عالي لحتى نتذكر دايما عمل الله الفداي وقديش أحب كنيسته مشان هيك ما في حب أعظم من حب الآب اللي قدم ابنه كرميل أبناء وكرميلنا نحن هيدا أول شيء وبالنسبة للصليب خشبتان خشب العمودية بترمز لعلاقتنا مع الله والخشب الأفقي بترمز لعلاقتنا مع الناس فلو وصولنا للمسيح تنعيش معه بالملكوت بدي يكون في طريقين علاقتنا مع الرب قديش إيماننا قوي بالصلاة وعلاقتنا مع الآخر لأنه إنكار الزيت ضروري لحتى نحن نقلها الزيت زبدك غادة لا منلاقي أيقونتين لارتفاع الصليب واحدة بيحمل فيها الملك قسطانتين والملك هيلاني الصليب وأخرى منلاقي فيها البطريارك ماكاريوس رافعاً الصليب وحوله الجموع هو حقيقة فيه أكتر من أيقونتين فيه عدة أيقونت حسب ما الكاتب الأيقوني هو بيفضل يعني بيزيد رمز من هون بيشير رمز لأنه قصة رفع الأيقونت هي قصة حلوة يعني كيف لقيوا الصليب من بعد تقريباً 300 سنة لأنه نحن بنعرف أنه وقتنا ننصلب يسوع على الجلجولة وإجا نيكوديموس ويوسف ونزلوا يسوع عن الصليب ولفوا شيلوا الصلبين عادةً الصليب يستعمل يعني بيرجعوا بيصلبوا في المجرمين لأنه أنتوا بتعرفوا أنه كان للاحتي محتقر الصليب يعني هو أسوأ إذا بدك عقاب بيعملوا لأسوأ مجرم فلما نجوا بدون مثل كأنه في إرادة إليهية أنه ما يتكسروا ولا يحترقوا ولا يستعملوا لشي فبيقرروا يحطوهم بشي مغارة مغارة موجودة بيقولوا تحت بعدين صارت تحت معبد فينيوس وبعد فترة قسطنطين الكبير بلش يتعرف على المسيحية إذا بدك بسنة 300 وشوي وكان عنده حرب مع خصمه ماكسيم يانوز شي هيك فبيقرر حدا هيك اسمه فبيقرر أنه يطلب من إله المسيحيين بركي بيسعفوا بتظهر له إشارة بالسماء الصليب وبهايد الإشارة بتغلبني بتغلبك تنتصر مش بتغلبك تنتصر فبيقرر يحط الصليب على كل الريات وعلى كل التروس تبعون الجنود وبيقوم بالحرب بتقول هيك القصة وبينتصر من بعد الانتصار بيطلب من أمه هيلاني الإمبراطورة تروح على القدس لحتى تفتش على الصليب وكانوا أكيد سمعوا وين الصليب وما وين وعم بيفتش ومش عارفين وين يعني أنا اللي قلت اللي كيسر ويسألوا وين محطوط فبيدلوهن أنه به هالمكان بتصير تفتش لما بيلاقوا الصليب بيلاقوا الصليب مع الملك اليهود من فوق الراي المكتوبة مع المسامير وبيلاقوا الصلبين الاثنين اللي كانوا مصطوبين مع يسوع واحد عن يمينه واحد عن شماله هلأ ضاعوا أي واحد صليب المسيح ما في شي مبين وما في شي بيأكد أنه هيدا صليب المسيح وكان البطريارك القرى شاليمي مكاريوس موجود بهيدا وكان في خوارني وكان في مطارني وكان في شمامسة وكان في من الشعب اليهودي يعني كان في علما من الشعب اليهودي والناس مهمين من الشعب اليهودي وكان أكيد حشة الامبراطورة هيلاني فالبطريارك مكاريوس بيقشع من بعيد جايبين جتة حملينا وبدون يدفنوها بهالمكان فبيقلن أحسن شي نحط هيدا الجتة على حدا منها على الصلبين أنت نعرف أي واحد بيحطوا على أول صليب ما بيصير شي بيرجعوا بيحطوه للجتة الجتة الجتة بيحطوها على الصليب الثاني برضو ما بيقشعوا ما بيقوم على الصليب الثالث بيحيا وبيقوموا بيمشي وبيصير في حياة الشخص فبيقولوا أنه هيدا هو صليب المسيح وبيرجع بيشفي حدا كمان كان مريض بيجيبوه وبيقرروا بوقت البطريارك القرى شاليمي أنه لازم ينرفع عاليا وبيحطوه على جبل الجرجولي عاليا لحتى كل العالم تقشعوا من هيك منشوف فيه أيكونتان منلاقي بأيكونة فيها تركيز على عنصرين كوستانتين وهيلاني اللي كانوا هنه سبب إذا بدك مباشر حتى يلاقوا الصليب ومنلاقي إيكونة تانية فيها عناصر أكتر إذا بدنا نبلج أوشي بالإيكونة الأولى حيث القديسين كوستانتين وهيلاني ليه بيحمل الملك مليئ الملك حامل غصن لشو بيرمز هيدا الغصن؟ بيرمز للنصر لأنه هو انتصر بيحمل الصليب بالريات مشان هيك حامل جمالا بكل الإيكونات المحمول فيها غصن بترمز للنصر للانتصار وللحياة وشو فينا نحكي عن تاب وان ألوان تاب؟ إذا بتلاحظ الأحمر أكتر لون هو القوي فيهم لأن الأحمر أنا بأول حلقة عم حكينا قلتلك الأحمر بيرمز للألوهية لأن الملوك كانوا يلبسوا الأحمر اللون الأرجواني الأحمر وهيدا مختص فيهم فقط للملوك فلنقول إنه ملك الملوك هو ملك الملوك يسوع المسيح هو ملك الملوك منلبسوا الأحمر الأرجواني والملوك منلبسهم أحمر حتى منلبسهم البنفسجة أو الموف لأن الموف هو مزيج بين الأحمر والأزرق وبيرمز لاتحاده الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية منلبس يسوع الملك الموف وحصرا الملوك بالأيكونات منلبسهم الموف حتى منشوفهم وقفين على شيء الملك والموف بعتقد للتبجيل إذا بدك إنه هيدا ملك أمبراطور متل ما بيفرشوا السجاد الأحمر للملوك هل بتحب تضيفي شيء بعد عن هالأيكونة؟ اللي بدي يزيدوا إنه هني رفعين الأيكون الريفعين الصليب بمعنى هني لقيوا منش مرفوع كتير بس هني لقيوا الصليب في من فوق الراي اللي انكتب على الصليب عادةً بيكتبوا إذا سارق إذا مجرم قاتل هاللي هو انكتب على يسوع شو كانت إذا بدك التهمي تبعوله إنه هو ملك اليهود هيدا الراي الفوق المكتوبة غير هيك بتعرفي أنت الأباطرة بيحطوا لونتجين على راسهم واللون الأخضر كمان بيرمز للحياة الموجود بأيكونة الديسي هيلاني غادة قبل ما ننتقل للأيكونة الثانية خلينا نتوقف معكم مع المشاهدين للاستماع لترنيمة من وحي هالزمن اشتركوا في القناة 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 متقاطعتين اشتركوا في القناة 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 واللي حكينا عنه بغريغوريوس بالامانسو أحد الأرتوديكسية وانتصار العقيدة اللي فيها استقامة الرأي أكيد وبين الشقة التانية للشقة الروحية يعني كيف واحد بيعمل بيسمر حياته الروحية فيوحن السلمي حتى قوانين لحتى أنا اسمر بحياتي الروحية أي إنسان ومريم المصرية كانت هي إذا بدك المثال لكيف هي تابت ورجعت لربنا أحد الصليب مثل كأنه تذكرنا أنه نتبهوا ليكوا يسوع إذا ش بيحبنا ميت على الصليب كرمالنا أنه ما بقى تتهاونوا ما تنسوا أنه بعد في عنا مسافة وقت بهالرحلة حتى نلاقي يسوع القائم من بين الأموت من هيك نوضع بأحد الثالثة تشجعنا وتحسنا أكتر على الحياة مع المسيح خادم نشكرك على معلوماتك كمارت كتير لأليك أما هلأ مشاهدينا منودعكم على أمل اللقاء فيكم الأسبوع المقبل وقبل ما نختم هالحلقة منتوقف مثل العادة مع تأمل مع الأستاذ إليا الهبر في منتصف ميدان الصوم نسجد للصليب المقدس محاطا بالرياحين والورود وتعطيك الكنيسة أيها الشاب ريحانة ولكي يا أيته الصبية وردة فالصليب محور الصوم وهو المنطلق وأيضا هو الغاية كأنما الصوم طير رأسه الصليب أما جناحاه فهما العقيدة المعاشة والفضيلة المقتناة بالتوبة لذلك ترفع الكنيسة الصليبة وتحيطه بالرياحين والورود ليبقى المؤمنون متشددين في صومهم هذا من بعد ما أبرزت الكنيسة لهم العقيدة المعاشة لا سيما في بعد التجسد كما خبرنا في أحد الأرتوذكسية من خلال الأيكونة وفي أحد غريبوريوس بالاماس من خلال النور الأزلي البالغ إلينا ليأتي الأحدان الرابع والخامس فيبرزان الفضائل سلما إلى الله مع يحنى السلمي من بعد توبة صادقة كما في الأسبوع الخامس مع القديسة مريم المصرية لذلك يا أيها الشاب ويا أيتها الصبية الكنيسة أم تنير درب القيامة تعالى خذى ريحانة ووردة في منتصف الصوم من على أقدام الصليب خذ الريحانة أيها الشاب لأن أمك الكنيسة ترافي طلعتك بهاء الريحان وتشم في رائحتك ضوعة الرياحين وأنت يا أيها الصبية أمك الكنيسة ترافي طلعتك جمال الوردة ويعبق من قلبك طيب رائحة الورود تعالى ادخلا في سر الصليب لتذوقا الفرح الذي لا ينتزع منكما ولتلبسا بعد حين سربالا نوري نوري القيامة التوقيع كاتب الأيكونة اشتركوا في القناة